رح تشارك في الانتخابات؟ لا ما ممكن تترك صوتك إذا ما شاركت؟ هو صوتنا مبيوع مبيوع لعله حال العراقيين نتاج المرحلة السياسية السابقة أحزاب تشبثوا بالسلطة ليتركوا آثار سلبية كان مردودها على المواطن ذاته ليقول ويردد بسببهم صوتي مبيوع هنا وجبت الإرادة الوطنية التي تغير واقع البلاد لتنتج حراكا سياسيا جديد يغير المعطيات فالانتخابات المبكرة كفيلة بإخراج جيل سياسي تحمل المسؤولية الوطنية وينتشل العراق مما هو فيه للأسف في الحكومة ما وضعت هذه الديمقراطية بصورة صحيحة لذلك أول على المواطن أن يكون يعزف عن هذا الانتخابات ولكن خلينا نكون جادين ومتحدين هذه الحكومة على المواطن أن لا بد أن يذهب إلى صناديق الاختراء أما أنه يعرض ما أروح هذه الشغلات هذا يعني ربما يعيدنا إلى أكثر سوء لن تولد الثقة من جديد في قلوب العراقيين إن لم تتمكن الحكومة العراقية من تأمين الانتخابات وحمايتها وإبعاد الأياد التي تحاول التسويف تارة وإبعاد المواطنين عن المشاركة الواسعة تارة أخرى ليتسنى لها التلاعب دون مضايقات سيبدأ قريبا الماراثون الانتخابي بعد تسجيل 256 كيان سياسي أسماءهم لدى المفوضة العليا لانتخابات تلك الممارسة الديمقراطية التي يصب لها الشعب العراقي لعله يحظى بمجلس نيابي منتخب قادر على تحقيق ما يطمح إليه تحقيق رغباته وطموحاته الدولة اليوم أمامها خيار وأبل أمامها تحدي من أجل حماية المراكز الانتخابية حتى يكون يطمنا بالانتخابات والمرحلة الانتخابية والحصول على نتائج إيجابية لا بد أن يكون هناك إجماع سياسي بالاتفاق والتفاهمات مع جميع القوى السياسية أن تمرر المرحلة الانتخابية وفق ما ترغب به المفوضية لإدارة الانتخابات حيث السياقات أو ربما قد تكون المعارضات السياسية أو عدم التفاهمات السياسية تؤثر على المناخات العامة لن يتعافى العراق إن لم يكن العراقيون على درجة عالية من الوعي النافذة الوحيدة للخلاص هي في المشاركة الواسعة في الانتخابات فمنها تخرج طبقة سياسية جديدة تقود العراق في الأربع سنوات القادمة حماية الانتخابات ركنون من أركان الممارسة الديمقراطية التي تنتج رجال دولة أكفاء المشاركة الفعلية للناخبين هي الوسيلة الأساس لقطع يد من يسعون للتعطيل والمماطلة من بغداد محمد فراس قناة التغيير